أنا عيد أوليدين أنا عيد خلاص أنا عيد الجمعة المكين شبهان بغين تقيا عيد خلاص هي صيحة خلت فاطمة التي أصبحت حياتها شبه بكبوس مرض ناذر قضى على زوجها وثلاثة من أبنائها تجاوزت بعدها الصدمة لتبتلى بمصيبة ثانية فهذا المرض الخبيث ينهش جسد أبنائها المتبقين قلنا طبيبي وغرافي ماتولي ثلاثة ومن بعد زاد الراجل في 2016 هذا كنت لأنه بدأ خمس سنين هو يوكل في هذا المرض يبدأهم كان يكون يزيدوا صحاح أسنع يزيدوا صحاح يقراه هذا كان يسوق ومن بعد يبدأهم غبيش ما يبدأش يهجب ضربه غبيش سنتي غبيش سنتي من الجيل يخليهم غيمشوا ملمش يخليهم مع الحياة يبدأوا يمردوا هذا دائما الله يقول لهم المخي يقول لهم يقول لهم اللحاء ما يخليهم طارق يبيهم الليل بشي شتار منه خمس سنين من العفر فيه مرض عجز الأطباء على علاجه بالجزائر وجب على إثره توجه للخارج لإنقاذ أرواح إبنيها المتبقيا وما زاد من متعبها مصارف العلاج والكراءة أنا أحبت هناك زماني يدوهم الخارج نعطي لهم التشفيس ونيدوهم جيت مني ولي ثمديا أنا نسكن على برا كيتو حولي في الليل ولا هنا نندي لطبيبهم ولا نكركر ولا مكاش ملع لذي جيت اللي هنا العاصمة اللي هنا راني كاريا بفلت ملعين للشر ما قدرتش ما قدرتش للكرا ولا المصارف تاحهم ولا اللي يريد يدي ما عندي ولو قال ربي سبحانه أنا طمعة في الدولة هنا أنا طمعة في الدولة هنا حن قلبهم حن قلبهم ولا جيت مع حاجة أخر من عندي ربي مرحبا بي ما عندي مندي المهم كنت بلغت الرسالة إن شاء الله يكون نستمع بي يكون نستمع بي السلطات حزن يخيم على بيت خالتي فاطمة على أمل أن تجد آذانا ساغية من قبل السلطات والمحسنين لإنقاذ أبنائها من الموت وتعود لحياتها الطبيعية